بسمكم أرحب بالدكتور علي صالح النجادة ناسج و مصمم مثل ما شفنا الأعمال و نرى بعد أكثر و هو عضو أيضا فريق إكسبو 965 ساك الله أبو خير ساك الله أبو خير و كرامه حياك الله طبعا شفنا الأعمال الحلوة النسيج على الدنياك و عندنا في الكويت بيت السدو نعم لكن أعمال جديدة و توني شفت ألوان غريبة فهل هذا فعلا هو من تراثنا اللي قاعد نشوفها حاليا الأعمال اللي أنا أعارضها هي ليست من التراث الكويتي شلون ألا صاري لأخبطة لا لا هو اللي من التراث الكويتي المنسوجات لو ما نسميها بالمنسوجات التقليدية اللي هي منسوجات السدو على اختلاف أنواعها و أشكالها من بيت الشعر و مفروشات بيت الشعر الأثاث المساند القطع اللي يستخدمونها اللي يسمونها الخروج أو العدول أو المزاود اللي يستخدمونها للنقل و التخزين و ما أشبه أو عندنا البشت نعم صناعة البشوت هذه تعتبر صناعة كويتية يعني من الغزل أي من الغزل تمام إلى الصبغ إلى الحياكة إلى الخياطة إلى وضع الزري عليه كان بالأول شغل كويتي مئة بالمئة الآن طبعا بدت تدخل عندنا بعض المنسوجات اللي هي الميكانيكية يعني استخدمون فيها الآلات ينسجونها يعني صار فيه تغير و أيضا تغيرت بعض الاحتياجات يعني اليوم ما عاد الحاجة لقطع السدو كما كانت في السابق لعمل اللي هو بيت الشعر و قبل كنا يعني لحاجة مثل ما قلت بيت الشعر الأبساط و كذا حاليا بدنا نستخدم للزينة و الديكور للزينة و تستخدمون طبعا الآن موسم البر لازال ممتد نعم صح تمام في كثير منهم يستخدمونه يستخدمونه كأركان الجميل فيه أنه يعطيك الطابع الكويتي تمام لما تدخل وتلقيها في مدخل البيت تمام أو في ركم من أركان البيت فعلا تحس بالضيافة الكويتية وتحس بالكرم الكويتي وتحس بالاستقبال الجيد و دكتور أنت اللي تسوي يدويا نعم أنا شغلي كله يدويا شون تعلمت دكتور والله هذه قصة طويلة نختصرها لك تمام إن شاء الله في دقيقة في البداية أنا لما رحت الولايات المتحدة الأمريكية أدرس تخصص التصميم الداخلي أخذت كورسين في استخدامات النسيج في مجال التصميم الداخلي أو اللي هو الديكور طبعا لما نتكلم نحن على المنسوجات نتكلم عن كل شيء ينسج سواء ينسج من ألياف طبيعية حيوانية أو نباتية أو مصنعة أو حتى الألياف اللي هي المعدنية بما فيهم طبعا الحصير أنت تأخذها من ورق النخل هذا أيضا يعتبر منسوجة ثم أخذت كورس فيه اللي هو التصميم اللي هو يسمونه استركتورال ديزاين اللي هو التصميم من خلال التراكيب النسيجية هذه كانت اللي هي البداية رجعت الكويت تقريبا بالستة وثمانين والله وفق لي أني سويت دورتين للحياكة أو النسيج في دار الآثار الإسلامية ثم لما رجعت تقريبا بالستة وثمين بعد ما حصلت على الدكتوراه اشتغلت مع الجمعية التعاونية الحرافية للسدو كمستشار للنسيج وصممت نول للسدو بس هذا النول غير النول التقليدي للسدو ما نقصد بالنول؟ النول هو الأداة التي تستخدم في عملية النسج وعلى فكرة كلمة السدو كلمة مركبة من ثلاث معاني هي المنتج خطعة النسيج هذه يسمونها سدو الآلة اللي ينسجون عليها اللي هو النول الأرضي يسمونها أيضا سدو وعملية الحياكة أيضا يسمونها سدو النول هذه اللي تصل الحركة جاء أيها بالضبط هذه تمتد الخيوط وهو معخوذ السدو ومعخوذ من مسماء هو الامتداد إلى الأمام فتلاقي خيوط السدات ممتدة تمام يعني خلنا نقول تقريبا من مترين مترين ونص إلى أن توصل لها عشرين أو أكثر من عشرين متر ممتدة ودكتور رحل العمال اللي يأيبها معك مع حضرتك هذه كثرة تأخذ منك هذه تأخذ مني وقت طبعا إذا أنا أقعد أشتغل على القطعة ممكن تأخذ مني ثلاثة أيام أربعة أيام يعني هذه سادة وهذه ملونة وهذه متداخلة لا التصميم هذا في عندي أنا نول اللي يسمونها نول الطاولة نعم تمام الفرق بينه وبين خلنا نقول نول السدو نول السدو في نيرة وحدة نول الطاولة اللي عندي في ثمان نيرات فأقدر أتحكم في الخيوط في عملية الرفع لا في رفعها فتغير النقشة يعني الآن أنا سأخذ المثال لو أقدر نحط الكاميرا على اللي هي القطعة البيضة اللي تعتني تشوف أن النقشة مالتها مختلفة عن النقشة اللي هي الثانية أنا ما أتكلم عن اللون أتكلم على اللي هو ملمسها نعم ونقشة اللي عليها ثم لما يحق الأخيرة باختلاف الألوان طبعا الأولى والثانية هذا يسمونها النقشة البسيط نقشة البسيط النقشة النقشة البسيط لماذا؟ لأنني أنا أستخدم خيط أرفعها وخيط أنزلة أو مجموعة الفردية والزوجية أرفعها بالشكل هذا وأنسج اللحمة أما في الثانية القطعة البيضة أنا عندي ثمان نيرات أتحكم فيهم فهي أصعب وهذه أصعب نعم هذه أصعب فاللي شوف أنا بالعين أشوف المخططة هي أصعب هي جذابة في النظر نعم صح اللي تجذبك الألوان فعلا وهني لعبتها في الألوان فعلا تمام لكن عملية الصعوبة وبعدين هو يعني أنت متى ما رتبت النول وجهزتها تصبح العملية سهلة لأنه دعنا نقول المشقة شوية في ترتيب الخيوط وعمل التصميم وتخيل التصميم قبل لا تبتدي تشتغل فيه نعم وعمالك يعني تسويها بشكل مستمر تسوي ورش تعليمية وتدريبية والله تشوف أنا في الوقت الحالي يمكن أن أمركز على كتابة الأبحاث للترقية من أستاذ مشارك إلى الأستاذية عساسي أني أصبح مثلما يقول فل بروفسور الله يحفظك إن شاء الله فهذه اللي معطيها الأولوية ولكن في نفس الوقت يمكن أن أمركز أكثر على تصنيع الأنوال النسيج أكثر من عملية النسيج ولكن أمارس النسيج بنفسي حتى أختبر الأنوال اللي أنا مسويها يعني أنا عملت تقريبا خمسة أنوال من ضمنهم النول الرأسي وعندي نول ثاني يسمي لي هو ترايبوزيوم هذا لشكل هندسي تمام مختلف ولكن هو علاقتهم نول وفي نفس الوقت قطع الديكور تنحط عندك في البيت يعني هل هذا يعتبر شيء مبتكر جديد مبتكر نعم مبتكر نعم اللي عندي أنا الأنوال اللي عندي كلها مبتكرة مبتكر آه يعني المجال هذا الواحد ممكن أن يبدع فيه ويبتكر فيه طبعا تبتكر في التصميم نعم وتبتكر فيما بعد في عملية اللي هو النسيج آه ممتاز مرات نشوف تذي نفس عملية النسيج يقولك يبعطنا صورتك ويضبطون الوي يعني الوجه نعم بالنسيج فلا هذه عملية سهلة أو صعبة لا هذه العملية شوف هذه أكثر شوف بالنسبة حق عملية النسج فيه هناك عدة طرق أحد الطرق هذه اللي هو نفس طريقة السد وأنك تأخذ السدات واللحمة اللحمة مخفية والسدات هي اللي تطلع من خلال النقشة فتشوف اللي هي نقوش الضلع والعوارجان والإشيارة وغيرها هذا نوع من النسج فيه النوع الثاني اللي هو من النسج اللي يسمونه اللي هو النسج العقدة مثل السجاد هذا السجاد اللي يطلع لك تبيويه تبيويه نقوش ثانية مثل ما هو موجود عندك مثلا بالسجاد الإيراني أو التركي تمام أو الأنواع الأخرى اللي تشوف فيها زخارف هذه يمدون خيوط السدات من القطن ثم يأخذون خيوط اللي هي اللحمة بطريقة العقد كل ما زاد عدد العقد في السانتي متر المربع يعني سانتي في سانتي أو بوصة في بوصة يعني اثنين سانتي ونصف في اثنين سانتي ونصف كل ما زاد عدد العقد كل ما غلط السجادة وكل ما كان شغلها أدق وكل ما كانت الحرفية اللي تطلبها تكون عالية في فن الحياكة توصل ممكن كثرة أسعارهم وائد 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 مبالغ مبالغ ضخمة يعني وعلى حسب الحجم طبعا على حسب الحجم نعم يعني قد لا أبالغ أنه ممكن توصل عندك سجادة خاصة مثلا سجادية اللي هي المساجد تمام اللي هي اللي تكون كبيرة يعني بأحجام ضخمة ما أسعب أنها تكون بمئات الآلاف من الدنانير وعلى فكرة هذه ممكن تأخذ في شغلها تسعة إلى عشر سنوات إلى اثنى عشر سنة آآ مدة طويلة والناسجين اللي يشتغلون عليها ممكن يشتغلون عليها عشرة ناسجين أو أكثر نعم ليش لأنهما لما يمدون السجادة خلنا نقول مثلا يابون سجادة بعرض مثلا عشرين متر زين عشان يغطون فيها مثلا أرضية مسجد ويمدونها ليش الدام هالعشرين متر هذا ما يقدر اشتغلها يا واحد تشوف كل متر متر ونص قاعد في ناسج ينسج ويمشون على قوتهم مع بعض بس شوف العبقرية والفن والملكة في الحياكة تمام أن هالأشخاص اللي هم المختلفين في النتيجة راح يعطونك قطعة منسوجة سجادة تمام ما تقدر تفرق منه اللي اشتغل في أي جزء منها نعم على درجة عالية من الرعوة وجمال و ليش ما نيب الآلة و هي اللي تقوم بهذا الموضوع هذا يشوف عندك أنت الآن لو نزلت للسوق تمام راح تلاقي سجاد صناعة يدوية يبينها و راح تلاقي صناعة ميكانيكية الصناعة الميكانيكية العقد لو قلبت السجادة هذا بالنسبة للمشاهدين تمام العقد متساوية و منتظمة بشكل دقيق جدا هذا شغل مكينة لكن إذا قلب السجادة و شاف العقد واحدة صغيرة و واحدة شوية عريضة و واحدة طويلة هذه معناتها الشغل يدوي هذا مو عيب هذا ميزة هذا ميزة نعم هذه ميزة و عموما مرات إذا صار في خطأ في الحياكة اليدوية يصير هذا دليل على أن هذه حياكة يدوية و ليست حياكة ميكانيكية و بالكويت في ناس يعني تمارس الحياكة في ناسجات موجودين يمارسون يعني إذا أنت مثلا لحياكة اللي هو السدو فعندنا ناسجات سواء في بيوتهم أو بعضهم ينتسبون لجمعية السدو نعم حياكة البشوت أعتقد في الوقت الحالي العدد نادر جدا اللي هما يشتغلون فيه في الحياكة يعني يسوي قماش البشت تمام عددهم نادر جدا ولا ربما أكثر الأقمش هذه أصبحت الآن مستوردة تمام وتصنع أيضا مو بس من وبر الجمال أو صوف الماعز يعني حين دخل عندنا الألباكة و دخلت حيوانات ثانية نعم يأخذون منها أصواب لتكون ناعمة تمام و يستخدمونها للبشوت نعم و بشكل عام دكتور أشوف بالكويت يعني الله الحمد فيه اهتمام كثير بالتراث صحيح نعم وتشوف يعني حتى عيامنا الصغار تلقى عندهم معلومات بسبب يمكن جلوسهم مع أهلهم يتكلمون يشوفهم بالبيت فيه أنتيكات و فيه أدوات ممكن تستخدم نعم بس للأسف الشديد لازلنا بحاجة إلى اهتمام أكثر يعني هناك دراسة عملت أو دراسة عملت من خلال وزارة التربية كان مفادها أننا محتاجين نطعم المناهج الدراسية في مختلف المراحل المدرسية بالمزيد من التراث الكويتي في عندنا عادة الآن قلت دكتور نحن على وقتنا ما شاء الله مناهجنا زينا الآن صار لا محتاجين أكثر زيادة محتاجين أكثر لأن خاصة الآن مع التطور التكنولوجي و انتقال الثقافات أصبح هناك غزو ثقافي تمام يتغلب في بعض الأحيان أو يعني ينازع اللي هي الثقافة المحلية لكن أبشرك خير إن شاء الله المباركية موجود المباركية لا في عندنا فريق إكسبو 965 للمعارض التراثية والحرفية والمبدعين الكويتيين هذا فريق تطوعي أخذ على كاهلة مسؤولية المساهمة في حفظ و نشر التراث الكويتي من خلال المقتنيات الخاصة يعني عندنا ما شاء الله أكثر من تقريبا أربعين تخصص نعم في هذا الفريق و الفريق يضم أكثر من أمئة و ثلاثين عضو ما شاء الله و خلال تقريبا سنتين يعني تم تأسيسه في سبعة ثلاثة الفين و ستة عشر نحنا تون على قراتهم كملنا سنتين و شم يوم عليهم نعم خلال هذه الفترة أقمنا تقريبا تسعة و ستين معرض لا ممتاز و كلها لنشر التراث الكويتي و الحفاظ على هذه التقافة و فريق جدا معروف أكسبو تسعة ستة خمسة و الذي يريد أن ينظم لكم عند اهتمام معين في التراث في تجميع شيء معين و الله حياها الله من خلال برنامجكم الموفق هذا إن شاء الله نقول لهم حياكم الله العين أسعى لكم من المكان و قلوبنا مفتوحة لكم والذي يحب يعرف ما هو هذا الفريق و شنو أنشطة هذا الفريق يدخل على حساب اللي هو الانستغرام إذا تسمح لي أذكره أكيد يدخل على إكسبو تسعة ستة خمسة إي إكس بي أو باللغة الإنجليزية طبعا بي اللي هي العصات هالي تحت تسعة ستة خمسة و يشوف أنشطة الفريق و يتواصل معنا و اللي عنده طبعا إحنا الفريق هذا ما شاء الله الأعمار فيه متفاوتة يعني عندنا من اللي هو صغار في سن المراهقة إلى بعضهم يعني ما شاء الله متقاعدين و كبار تمام إن شاء الله كبار مقاما و ليس كبار عمرا مثل ما يقولون و راح يلقى فيه التنوع و راح يلقى أيضا فيه رحابة الصدر و راح يلاقي فيه المساعدة اللي هو يبيها و نقول حياكم الله عيال الكويت كلهم لا كده أنا زرتكم و ما شاء الله و شفت الجمال اللي عندكم ما شاء الله و توراة أنت ما زرت لتشرفنا يا أخي مفهل الله يعزك يا ربك الله يسلم كل الشكر لك الله يحبك إن شاء الله و عودونا مرة ثانية إن شاء الله إن شاء الله بيد الله تعالى و شكر لكم و لبرنامجكم بسمكم أشكر الدكتور علي صالح بن جادة ناس جوا مصمم و كذلك هو عضو في فريق أكسبو 965 مصمم س مصمم